الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الليلة موضوعنا تحت عنوان شمس الإسلام تشرق من الغرب هناك دراسات كثيرة ومتعددة تؤكد بأن الإسلام ينتشر بسرعة في العالم الغربي وأن المقبلين على اعتناق هذا الدين يتزايدون باستمرار وأن هذه العملية إذا استمرت على هذه الوثيرة ففي غضون حوالي خمسين سنة ممكن أن يكون هناك جيل مسلم كبير في البلاد الغربية وممكن أن يؤدي إلى أن الفتح الإسلامي سيقدم من الغرب هذه المرة وليس من الشرق تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نتحدث عن هذه الأطروحة التي يضعها الكثير من المفكرين الإسلاميين وأيضا من الجهات المتتبعة للشأن العام الدولي والعالمي وتعالوا ننظر ماذا قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز القرآن الكريم الدستور الإلهي الأعلى ماذا قال يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكثى بالله شهد الله تعالى يؤكد بأنه حينما أرسل نبيه وصفيه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعته بالإرهاب ولم يبعته بسفك الدماء ولم يبعته بتعدد الزواجات ولم يبعته بكل المفاهيم الخاطئة التي تروج في العالم الغربي والتي من خلالها يريدون أن يقوضوا دعائم الإسلام بالعكس الله تعالى أرسل نبيه وصفيه محمد أرسله بالهدى جاء بالهدى ما معنى الهدى هو كل ما يؤدي إلى الخير يضم كل معاني الخير ويشمل كل معاني الخير هذا هو الهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الدين الحق هناك أديان كثيرة في العالم هناك اليهودية والنصرانية والبودية والزرادشكية والمانوية والمزدقية والبرهمية ومئات الأذيان لكن أيها دين الحق أين هو الحق في هذه الأذيان؟ ربنا عز وجل يجيب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بمعنى أن الإسلام هو الدين الحق بشهادة الله تعالى لماذا؟ ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله يعني الأذيان كلها سوف تخضع للإسلام لأن الأمر لله من قبل ومن بعد والله تعالى هو الذي اختار واستفى هذا الدين وكثى بالله شهد بمعنى قد تجد هناك من يرفض هذا الكلام ويقول هذا مجرد الدعاء وقد تجد هناك ترسانات إعلامية كبرى عالمية ترفض هذه الأطروحة وقد تجد هناك دوائر سياسية تمنع هذا الفكر ولكن الله تعالى قال وكثى بالله شهد هو الذي يعلم حقيقة هذا الأمر هذه الآية الكريمة أيها الأحبة الكرام لها معاني ودلالات بعيدة المدى هو الذي أي الله جل جلاله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكثى بالله شهد سبب نزول هذه الآيات البينات أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في عهده في مكة المكرمة وكان في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مع جماعات صغيرة من الصحابة المستضعفين كانوا فقراء وكانوا بدون قدرة على التغيير والتوجيه وكانوا يظنون أنهم فئة مستضعفة والآخرين ينظرون إليهم بأن هذا فكر غريب وسرعان ما سوف يندتر في تلك اللحظات ربنا عز وجل أنزل على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات لكي يطمن قلبه ويشد من مئزره لكي يواصل هذا المدى وهنا ربنا سبحانه وتعالى سيوري نبيه عجائب قدرته ما يسمى اليوم بعلم المستقبليات المستقبليات النظر البعيد الله تعالى أخبر نبيه بهذا العلم وليس بشكل نظري بل بشكل تطبيقي الله تعالى سوف يجمع له الأرض سيدنا النبي يجمع له الأرض ويقول له يا محمد هذه الكرة الأرضية هذا الكوكب الأرضي سوف ينتشر الإسلام في كل مكان من هنا من دار الأرقم ابن أبي الأرقم بمكة المكرمة سينتشر في القارات الخمس سوف يصل ما وصلت إليه الشمس والقمر سيصل ما وصل إليه الليل والنهار هذا ما جاء في الأحاديث النبوي الصحيحة منها مثلا ما رواه الإمام وسلم عن توبان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها تأملوا فدى الحديث إن الله زوالي الأرض ما معنى زوالي أي ضم لي وجمع نقول زويت الشيء أي جمعته وقبضته الله تعالى جمع الأرض لأجل النبي الكريم حتى يراها جميعا رأاها بأم عينيه وليس بالفكر والخيال رأاها بأم عينيه وطوى له الأرض وجمعها وجعلها كهيئة كف في مرآة نظره وقال لهذه الأرض يا محمد رأيت مشارقها ومغاربها فرأى النبي الكريم القارات الخمس وقال له إن أمتك سيبلغ ملكها ما بلغت المشارق والمغارب إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ثم قال النبي الكريم في حديث آخر رواه الإمام أحمد قال وكان الصحابة أنا داك مستضعفين وكانوا يشعرون بأن هذه الدعوة السرعانة مسافة تخفت وسوف يتفرق هذا الشمل النبي الكريم يقول لا أتبتوا سوف ينتصر هذا الدين وسوف يبلغوا إلى أي مدى فقال لهم وهم ضعفاء فقراء ومحاصرين قال لهم النبي الكريم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مضر ولا بوأ وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز به الله الإسلام وذلا يدين الله به الكفر هذه كلها بشارات كان يسمعها الصحابة وهم فقراء جياع لا يجدون حتى لقمة عيشهم والنبي الكريم يتحدث عن الأمة الإسلامية والدين الإسلامي الذي سوف يبلغ ما بلغ الليل والنهار لا يترك الله بيت مضر ولا بوبر إلا أدخله الله هذا الدين ما معنى بيت مضر ولا وبر يعني لا مدينة ولا قرية ولا وسط غني ولا وسط فقير كل الأوساط بدون استثناء لا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل يعني بأي طريقة شئت عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر حاليا في الوقت الراهن إذا قطعنا 15 قرنا مرت لحد الساعة اليوم في العالم الغربي في أوروبا وأمريكا وغيرها هناك بعض المفكرين وبعض السياسيين وبعض المتتبعين يلاحظون بأن الإسلام ينتشر في العالم الغربي في فرنسا في بلجيكا في ألمانيا في السويد في بريطانيا في إسبانيا في هولندا في الدنمارك في روسيا في أمريكا في كل بقاع العالم هناك إحصائيات لبعض المسؤولين والخبراء في الفكر الاستراتيجي وجدوا بأن هذا الأمر ينمو بسرعة حتى إن هناك مجموعة دوائر مسؤولة تتحدث عن ما يسمى بالنمو السريع للإسلام في العالم الغربي وتقول هذا الأمر سوف ينتشر وإذا بقي بهذه الوتيرة يتسارع بشكل مستمر قد يؤدي إلى تغيير الخريطة العالمية حقيقة هناك كتب كثيرة صدرت في هذا الميدان هناك مستشرقون لهم أصلا غربيين درسوا دراسة الشرقي كما أن هناك مستغربون اللي هم شرقيون درسوا درسة الغرب ماذا قال المستشرقون الكثير منهم يؤكد على هذه الحقيقة مثلا هناك كتاب لإحدى المستشرقات الألمانية اسمها سيجريد هونكا هذه المرأة مفكرة كبيرة فيلسوفة درست الإسلام ودرست الواقع المعاصر ودرست الهجرات ودرست العلاقات فتبين لها بأن سيأتي يوم ستكون الدعوة الإسلامية تنطلق من العالم الغربي وليس من العالم المشرقي ضمت ذلك في كتاب لها مشهور اسمه شمس الله تشرق على الغرب شمس الله تشرق على الغرب هذه المستشرقة حينما درست الدين الإسلامي في الأول كانت تسمع بأن هذا الدين إنما هو إيديولوجيا وأنه يسير نحو التخلف والتقهقر وأن من يعتنق هذا الدين يصبح ضيق النفس ويصبح ينظر إلى العالم نظرة سودوية ويميل إلى سفك الدماء وغرضه هو تعدد الزواجات هكذا كانت تنظر لكنها لما درست الدين الإسلامي ليس من الصحف ومن القنوات الفضائية المعادية درسته من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة ومن المصادر المعتمدة فإذا بها تخرج بأفكار رائدة تقول هذه المستشرقة الألمانية إن قوة الدين الإسلامي لا تكمن في أهله وشعوبه وحكامه لا إن قوة الدين الإسلامي تكمن في ذاته وتنبع من داخله لأن المبادئ والأركان التي يناد بها الدين الإسلامي والتوابت التي يقوم عليها أحكامه تتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة قالت لهم بأن مبادئ الدين الإسلامي حينما درستها بعمق وجدتها لا تخالف المنطق ولا تخالف العقل وإنما توافق المنطق والعقل والفطرة ووجدت بأن هذه الأحكام الشرعية هي فوق الزمان والمكان فعلا ممكن أن نطبقها في كل زمان وفي كل مكان كما يمكن أن نطبقها في بلد صحراوي فيه جبال كمكة ممكن أن نطبقها في السويد حيث هناك الجبال والتلوج والمنحضرات ثم قالت بأن قوة هذا الدين تكمن في كتابه ودستوره لهو القرآن الكريم لماذا؟ لأنه ما زال محفوظا بحفظ الله لا يقع لا تبديل ولا تحريف بينما جميع الكتب المنسوبة إلى الله تعالى حينما نقرأها نجد فيها روايات متعددات مختلفات متضاربات إلا القرآن الكريم أنه محفوظ بحفظ الله تعالى أحد المستشرقين الذي كان مسيحيا وكان متشبت بالدين المسيحي وكان عنده دكتوراء في اللهوت حينما استمع إلى صوت العقل وصوت المنطق وقرأ القرآن الكريم أسلم فقال له كيف تسلم وأنت مسيحي متشبت بالمسيح وطيلة خمسين سنة كنت تصلي بالناس في الكنيسة وتتحدث عن المسيحي بأنه دخل إلى دمك وإلى عرقك وإلى روحك كيف غيرت؟ قالهم لم أغير لم أغير بماذا أجابهم؟ أجابهم بكتاب ألفه سماه ربحت محمدا ولم أخسر المسيح ربحت محمدا ولم أخسر المسيح هذا هو الكتاب الذي أصدره فأخبرهم بأنه حينما تصبح مسلما الإسلام لم ننعك من أنك تحب المسيح بالعكس المسيح مذكور في القرآن الكريم بشكل عظيم هناك صورة بكاملها لعائلة المسيح ذكرها الله تعالى بالإحترام والتبجيل صورة بكاملها صورة آل عمران تتحدث عن هذه العائلة المعروفة بالتدين والصلاح وصورة أخرى كاملة خاصة بالسيدة مريم العذراء صورة مريم يتحدث فيها الله تعالى عن هذه المرأة البتول الطاهرة التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ولقائه وكانت من القانتين ثم هناك صورة كاملة تتحدث عن المسيح عليه السلام عيسى بن مريم وهي صورة المائدة يتحدث فيها الله تعالى عن المجتمع المسيحي فأعجب بالرواية القرآنية في المسيح فقلم لما أسلمت لم أخسر المسيح وإنما ربحت محمدا هكذا هذه الكتب التي فيها خطاب لا يميل إلى العنف ولا يميل إلى التفرقة بل يميل إلى منطق العقل والفكر والفطرة فإن ذلك يجعل الإسلام ينتشر بسرعة هذا الفكر المعتدل هو الذي يساهم في نشر الإسلام أما الفكر المتشدد الذي يميل إلى الصراع فإنه سرعان ما يؤدي إلى تطويقه أمنيا وبالتالي ينحصر الآن في قلب أوروبا في قلب كل من العواصم الأوروبية العالمية باريز وروما ولندن نلاحظ بأن أعداد المساجد بدأت تتنافس مع أعداد الكنائس هناك الآن في العالم الغربي هناك مسؤولين وضعوا خبراء في الدين الإسلامي لأنهم يقومون ببناء المساجد بكترة والمساجد أصبحت ممتلئة بالمصلين فكان من قبلك تجد في منطقة فيها كنائس متعددة مسجد أو مسجدين الآن بالعكس تجد منطقة فيها مثلا مدينة خمسين كنيسة تجد بالمقابل فيها ستين مسجد وهذا يتير قلق بعض المتتبعين ثم إن القرآن الكريم في أوروبا نجد بأن النسخ المترجم للقرآن الكريم باللغات العالمية بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية وغيرها من الترجمات أصبحت من أكثر الكتب مبيعا في الأسواق ثم نجد ظاهرة غريبة أتارت الرعب والهلع داخل الأوساط الأمنية الغربية وهي أن القابعين في السجن السجناء داخل الزناز لاحظوا بأن أعداد كبير منهم أصبحوا مسلمين وأن عددهم يزداد يوما بعد يوم بصورة لافتة للنظر فالدوائر الأمنية الغربية تقول كيف هؤلاء المسجنون يتحولون إلى يعتنقون الدين الإسلامي فصار إلى كان أي سجن كيبعد منه أي واحد من الأشخاص اللي يقدر يأثر فيهم وقص على ذلك ظواهر كثيرة بدأت دائرة الإسلام تتسع في العالم الغربي المتتبعون يتساءلون وقد قاموا بدراسات عميقة لماذا هذا النمو المستمر قالوا هو في الأصل يعود إلى أسباب ثلاثة رئيسية أول حاجة وهو أن المسلمين يمثلون أصغر فئة دينية من حيث العمر في العالم كتمشي الكنيسة كتلقى فيها ناس عباد ولكن كبار السم ستين سنة سبعين سنة ثمانين سنة لكن في المسجد تجد بأن الذين يصلون شباب العشرين والتلاتين والأربعين فلاحظوا بأن المسلمين يمثلون أصغر فئة دينية من حيث العمر في العالم ثم لحظوا بأن المسلمين يحرصون على الإنجاب مقارنة بتابعي الدينة الأخرى فهذا يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخصوبة إلا كانت كل عائلة مسلمة كتولد لنا خمسة وعائلة اللي هي غير مسلمة كتولد غير واحد معنى هذا بعد مرور بضعة عقود فإن الصغة أو الكفة العددية ستميل نحو المسلمين لأن المسلمين في أوروبا قد قم حافظ للأحديث النبوية لما قال النبي الكريم تكاتروا تناكحوا تناسلوا فإني مكاتر بكم الأمم يوم القيامة قد قلق لك أي واحد مسلم في أوروبا حافظت الحديث تناكحوا تكاتروا تناسلوا فإني مفاخر أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ومن يتكلم النبي الكريم عن المرأة قال المرأة الولود الودود يعني خير المرأة الولود الودود كتولد بزاف وفيها المحبة فكتلق لك الناس كيميلوا في العالم الغربي إلى الإنجاب ثم القوضة ظاهرة أخرى من أسباب النمو المستمر لأعداد المسلمين أن الإسلم يثبت على عقيدته في الغالب ما تجد هناك ردة ما تجد هناك من يغير دينه لكن في أدية أخرى كل مرة تغير الديو مسيحي غدوا لبودي مدغد دول للاديني لكن المسلم عنده التبات العقدي في دينه هذه الأمور كلها ساغمت في توسية دائرة عدد المسلمين من بين الدول التي أتارت اهتمام المسؤولين العالميين لفيها الدين كيتزاد أولها السويد وتصوروا بأن القرآن الكريم نزل في مكة المكرمة وكان الصحابة يجتمع في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكان النبي الكريم في غار حراء في غار حراء كان النبي الكريم يقرأ القرآن فإذا بالقرآن العظيم يصلوا إلى العالم لا يترك بيت وبر ولا مدر إلا أدخله هذا الدين يصلت السويد السويد الآن الدين الإسلامي يشكل المركز الثاني من حيث الانتشار بين الناس بعد الدين النصراني وكان المركز الإسلامي في العاصمة السويدية ستوكولم خطير جدا مركز إسلامي ناجح بكل المقاييس يقوم بمجموعة خدمات ويقوم بأفكار ويساهم في نمط الحياة وفي روح المواطنة في التكافل الإجتماعي في السلم العالمي في التربية على حقوق الإنسان وأيضا في الإيمان والتعلق بالله تعالى حتى أن السويدين يلقووا نفس كبير مع المركز الإسلامي في ستوكولم العاصمة السويدية هذا اللي خل الحكومة السويدية تعترف بالدين الإسلامي وتأمر بتدريسه في المدارس لا تسمح بل تأمر بتدريسه في المدارس علش لأن النسوض برامج تعليمية في فائدة عظيمة استخرجوا من المقاصد الشريعة أن الإسلام مع الفطرة مع العقل مع المنطق أن الإسلام هو مع حقوق الإنسان مع الحرية الفرضية أنه مع العدالة الاجتماعية أنه مع الديمقراطية وكذا أنه أخلاقيا بر الوالدين سلة الأرحام الإحسن إلى الجيران هذا الأخلاق والقيم أتار إعجاب المسؤولين في السويد وأصبحت هناك مدارس خاصة بل هناك بدأت كلية ومعاهد مختصة في الدراسات الإسلامية في السويد باش ما يجيوش العلماء من براء ملتم ما يتقرأوا وأصبح الإسلام قويا في هذا البلد في السويد بريطانيا مثلا اللي كانت واحد الوقت رائدة في المسيحية كان القو بأن بريطانيا في عدد المسلمين يتكاتر داروا إحصاء القو بأن الإسم الأكثر تداولا في بريطانيا غريب وهو محمد القو اسم محمد هو الأكثر تداولا في المجتمع البريطاني بل إن كبير أصاقفة الكنيسة اسمه روان وليام وليام شي حاجة بحلقها أدل الأسقف للكنيسة من اللي كان كيدروس جذبته الشريعة الإسلامية وقال بأنها فيها فيها معاني عظيمة تصلح لإصلاح المجتمع البريطاني من داخل قال كلام عظيم دعا إلى تطبيق بعض جوانب الشريعة الإسلامية وقال بأن هذا أمر لا مفر منه لتماسك المجتمع البريطاني هذا الكابير الأساقف بالكنيسة وجهته حظهر خيبة وهي أن زواجت على المثليين ولا كل كل حي تلقى فيه مثلا خمسة الأسر أسرة رهها مثلية تلقى بأن هذا مزعزع لكيان الأسرة المثليين والراجل تزوج مع الراجل وأعادي وبالقانون ولتأتوا وحد ما يستنكر فقال لهم إن تطبيق الشريعة الإسلامية أمر لا مفر منه لتماسك المجتمع البريطاني ولاحظوا بأن المرتدي المساجد في بريطانيا يفوق نظيره في الكنائس أما إذا رجعنا إلى إلى فرنسا فرنسا الإسلام فيها قوي ويبدو بأن الإسلام سوف ينتشر في العالم الغربي انطلاقا من فرنسا هناك إحصائيات تشير بأن فرنسا عدد المسلم فيها يفوق سبعة ملايين مسلم المساجد أكثر من الفين وخمسمائة مساجد مساهل رقم كبير هذا الفين وخمسمائة مسجد في فرنسا والدين الإسلامي هو الدين الثاني بعد المسيحية في فرنسا وتوقعات بأن في غضون خمسين سنة إذا يبقى العدد المسلمين يتكاثر في فرنسا قالوا بأنه قد تصبح فرنسا جمهورية إسلامية لماذا لأن الذين يعتنقون الإسلام تقريبا سنويا لإحصائيات الرسمية دي الوزارة الداخلية الفرنسية تقول تقريبا 3600 فرنسي يعتنقون الإسلام سنويا 3600 فرنسي هذا في المتوسط هذا إحصاء رسمي لوزارة الداخلية الفرنسية وهذا الإقاع نبقى تغذية به بعد خمسين سنة نتوقع بأن إليك الانتخابات وكان التصويت غير يكون عدد المسلمين كبير وهناك من حضر بأن فرنسا قد تصبح بعد خمسين سنة جمهورية إسلامية لأن هناك مخاوف يقلوا من دبع وقفوا المد الإسلامي ولا دروا أي سبب الأسباب لخلق توتر إسبانيا الآن اللي كانت فيها مقر الأندلس وكانت فيها الفردوس المفقود جنوب شرق إسبانيا لاحظوا بأن المساجد فيها كثيرة في السنوات الأخيرة تضاعفت خمسة مرات تضاعفت بسرعة وكان واحد المد للتدي في البلاد إسبانيا حتى ارتفع عدد بناء المساجد وأيضا مراكز التلقين للد الإسلامي هناك ذو القرآن هناك الزوائد للتصوف هناك المساجد بوفرة كل وهناك مدافن للمسلمين أراضي أصبحت خاصة لدفن المسلمين بحسب الشريعة الإسلامية مقابر لهم ألمانيا هذه القوة بأن إحصائية مفزعة لبعض المتطرفين اليمينيين القوة بأن في ألمانيا كل ساعتين كيدخل مسلم جديد في الإسلام كل ساعتين لإحصائية رسمية دائما عدد المسلمين بوفرة تصور معي كل ساعتين كتسمع بأن فلان دخل الإسلام وهو استطلاع للرأي قال بأن لبقنا لهذا الإقاع 2050 رغم ممكن المجتمع الألماني يصبح فيه أغلبية مسلمة بلجيكا هالدولة هذه عدد المسلمين فيها يستمر استمرار كبير جدا في كل سنة واحدة كتر من 300 مواطن بلجيكي في أعتنقوا الإسلام كانوا على غير الإسلام واعتنقوا كل 300 مواطن في السنة يعني بمعدل شخص كل يوم وهذا قد يؤدي إلى تمديد المسلمين وكثرتهم والقوا بعد المراكز المهتمة بالوضع الجغرافي القوا بأن هذ المسلمين يتقون إلى التغيير الروحي والأخلاقي لأن الدعاة هناك عندهم فكر قائم على البناء للهدم وفكر قائم على التجمع للتفرق واستطاعوا بخطاب روحي أخلاقي أنهم يمددون الإسلام لكن البلاد المتيرة هي الدنمارك الدنمارك بعد أن نشرت الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الصحف الدنماركية لاحظوا من ذلك النهار وعدد المسلمين بدأ يتكاتر ويتجاوز بالألاف دي الأعداد ثم هولندا اللي أيضا حتى يساهمت في الرسوم المسيئة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مكتبة أمستردام أيضا لاحظوا بأن الناس ولوا أكتر الكتب المبيعة هي المصاحف المترجمة ولوا المسؤوليكي يحضروا من الإقبال المتزايد على الإسلام خاصة في أوسط الشباب الهولندي ولاحظوا كذلك بأن العدد الذي يزداد أكثر في السجون أن السجون من الذي يكون إنسانا كذلك في هولندا بسرعة يتحول إلى أنه يبدأ يصلي يبدأ يصوم يتنقل الإسلام يدخل هو مجرم ولكن يخرج مسلم فلاحظوا بأن هذه ظاهرة مفزعة بالنسبة إليهم حتى روسيا روسيا اللي كانت تعلن الإلحاد وكان الفلسفة الماركسية والليمينية كتقول لا إله والحياة مادة والدين أفيون الشعوب كالقوا بأن عدد المسلمين يزداد بقوة في روسيا ويتوقع بأن الإسلام في روسيا يصبح عنده موقع قدم قوي مع حلول الفين وخمسين هذه الكلمة الفين وخمسين الغريبة اللي كتقرأ الاستراتيجية العالمية كتقى معظمهم يركز عليك يقول لك عندكم الفين وخمسين هذه الوثيرة اللي بقنا قد نعنيها يعني بعد خمسين عام راقت يقع ربما شي تغير غريب جدا في خارجة العالم أما أمريكا اللي هي رائدة الحرية والديمقراطية فمنذ الأحداث الإرهابية الـ 11 سبتمبر من ذلك النهار عوض أنه يقع حصار للإسلام بالعكس أدى إلى نمو سريع للإسلام فمن ذلك النهار من اللي وقع ذلك الانفجار الرهيب تم بناء أكثر من 1200 مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية هذا إحساء رسمي دي الوزارة الداخلية الأمريكية القوع عوض ما ينحصر الإسلام بدك يتزاد ومع تماكن الحرية مضايقات فكانوا الناس يتجمعون ويطالبون ببناء مسجد فكثر من 1200 مسجد بنية بعد الأحداث الإرهابية في 11 سبتمبر والقوع بأن معظم الذين يعتنقون الإسلام من الأمريكيين يتحولون إلى دعاة هنا الخطر يعني أن مشكي يعد مسلم تدع له بابدارو لكن يعد داعية سواء كان في فريق أو كان في فريق فني للغناء والرقص أو كان في أي مجال من المجالات المسلمون الأمريكيون مبجر أنه يعتنق الإسلام يتحول إلى داعية والقوع هذا وقع في نجوم الرياضة في مجموعة الفرق الرياضية أصبحوا هذا النجوم دعاة للإسلام بل أكثر من هذا في القطع الأمني القطع الأمني مجموعة للناس أمنيين هؤلوا مسلمين كنا واحد ضابط التي أصبحت مسلمة سولها قالوا لها كيف أقع لك احتولت لمسلمة قلت لهم أنا كنت علمانية ولم أكن أعتنق أي دين المسيحية لم تستهويني وجدت فيها متناقضات فكنت بغير دين وكنت أفكر يعني ماتت جدتي وتسألت إلى أين ستذهب جدتي بعد الموت فأصبحت أفكر في الحياة بعد الموت فبدأت أدرس الأديان درست جميع الأديان فلم تعطيني جوابا كافيا فلما درست الإسلام أعطاني جواب واضح وخصوصا لما أقبلت على العبادة في الإسلام شعرت بالسكينة في النفس وبالطمأنين في القلب وشعرت بأن النظم الإسلامية بالطريقة التي هي موضوعة تجنب السعادة للإنسان قد قل لي بأن نفسي كان ديمة كئيبة وحزينة ولكن من البعد وجدت في نفسي مجموعة مشاعر وجدت مشاعر الحب والخوف والرجاء والخضوع للخالق جل جلاله قتلهم ياما كنت أعاقر الخمر وياما كنت الوقت كالقصادق من الأصدقاء وأقضي معه ليلة حمراء لكن فيما بعد كرهت نفسي وكرهت هذه الحياة وتغيرت نفسي منذ أن قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كثير من هذه الحكايات المنتشرة في العالم الغربي وتنقلها الصحف الغربية الأمريكية وغدا جعل الكثير من المسؤولين يتخوفون من انتشار الإسلام لذا نفهم لماذا وقعت مجزرة نيوزيلاندا لماذا ذلك الصاحب اليمين المتطرف ذلك الشاب المتطرف قام بإطلاق النار على أولئك المصلين يوم الجمعة الماضي هذا من التخوف الذي يقع في قلوب الشباب هناك الخوف من انتشار الإسلام وهو سوف ينتشر لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ماذا قال؟ قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وقال أيضا ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يدل الله به الكفر اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحبة الكرام نفتح خطوطنا الهاتفية لاستقبال مكالماتكم وهي كالعادة 05-22-88-00-60-61-62 أو الرقم الهاتفي 05-22-47-72-50-51-52 مرحبا بكل المكالمات ونبدأها من إقليم صفر مع سي عمر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا سيد عمر يا مرحبا الله بذك مولاي يا مرحبا يا مرحبا يا عمر يا لا إله إلا الله الله نوركم من الله سيد عمر ربما شيء مشكل في التواصل شكرا سيد عمر على التواصل ديالك من إقليم صفرو تحية كبيرة للساكنة ديال إقليم صفرو المدينة ديال الجمال وديال البغاء والطبيعة الخلابة التي حباها المولى عز وجل خي عمر أسأل الله الواحد الأحد أن يرزقك النور المحمدي في وجهك وفي صدرك ويتجلى عليك في سلوكك وحركاتك وسكناتك الله يجعلك من الذين لا خوف عليهم ولهم يحزنون ويرفع الله مقامك ويسعد قلبك ويجمع شملك ويغنيك من فضله يا رب كل من قال أمين أرزق مثل ذلك وزيده قلوا معنا جميعا أمين 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 يا رب يا كريم ونتحول إلى إقليم أخر إلى إقليم بجدور مع أم ريان ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر مهار كبير هدي سيدي الفاضل وحق الله العظيم لا إله إلي الله مريان يا مرحمة بك للا الله يزيك بخير يا أستاذ الفاضل يا طيب يا طيب أكرمك الله للا لا إله إلي الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرفع مقامك يا دكتور وحق والله أكرمك سيحان وننتصل بك والفضل في الحياة ديالي والفضل كلك يرجع لك يا طيب أكرمك الله أكرمك الله أكرمك الله أكرمك الله معي يا دكتور اللي درتع للكتئاب ولا لكتئاب من الدكتور اللي قلت قصبا بالله أنا دوسته لا إله إلا الله ومشي ما ما كتل خير لا في طبيب نفساني ولا في تواحب كتل خير ليش القادر لا إله إلا الله قدر أنني غيث وطفة سمعتك في 2016 قصبا بالله كانت تدف في الجي البيبان تدف تدف لي جميع الأبواب لا إله إلا الله وغيث تنكتشف البرامج قصبا بالله واللي تمود من عليه وديكش يا دكتور اللي كتقوله هو اللي كنت كان بير قصبا بالله واللي تخلق من الليل الله أكبر الله يحفظك للا يا رب للا أمر والفضل قصبا بالله لأني العظيم اللي كانت سلسل بيا واحد الحال سفي نكون تنكتب اللي غنيت أحفظ الله يحفظك يطول عمرك الله يطول عمرك إلا دوست واحد الأزمة يا سيد الفاضل الفضل كله فالحال دي الفضل كله كير لعلك دكتور لا إله الله يحفظك الله يحفظك اللي يوم سنصلق الدور وقل يا ربي لك وانت راض يا ربي هو النادي لم تسهل الله في القصة معك الله الله يحفظك يا رب لا إله إلا الله يا رب يا رب الله أمين يا رب يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم لا إله الله الله يا رب يا رب يا رب يا رحمن يا رحيم الله أكبر الله أكبر قال أن بكي بعد برد لا الهي لله الله يحب ذكر الله والحمد لله ونعم بالله الحمد لله وشكرها دكتور على الولدات يعطني الله وخاكك ما شبهوش بها أمك ما كيتأثروش بليك المشاكين ويقرأوا لي الحمد لله يقرأوا لي مزيان وحاجة وحدة دكتور دعين عيات الضومي بهمون الله بالصلاة والعبدة وما كيصليوا دكتوره يا رب فنسي الحمد لله يقليهم قعوهم يقوي إيمانهم وبعاد لهم بتحجل خيبة كاملة دكتوره الله أمين لله حافظك الله واحد الأمية تنبعه وتنحق يا الله يحقق لي يدعي معايا دكتور يحقق لي الله وإذن الله رجعي الله يجزيك بخير دكتوره يا رب يا رحمن يا رحمن بإذن الله قلتين هول جمعة في القرية بكثئة والإنسان يرجع للصلاة ويرجع للإبادة ويرجع لإبادة ويرجع لإبادة ويحبطي الله وشكرته وخرجت من هذه الحالة ليلة هل تقول كنتبعه ليلة وكان قرأ القرآن تم قيم الليل هذه السنين دكتور عمرني كنت تم قيم الليل كان مضمع الجوش كان رجع مع السنة الرضعة كيبقى ديك ساعات الفجر ما بقيتش نزير ديك رقعية وتنصر لي الفجر وتنصر فتوليداتي المدرسة متان نرجع في العالم الله يخليهم لك يا رب يخليك دكتور ويخلي لك ولداتك دكتور ويوقف معك يجعلك في المقام العالي يا رب وجميع المسلمين والمسلمات الله يحفظك للا شو كان لك أمريا الله أكبر يا ربي الله يفتح لك أبواب الفراج وأبواب الخير يا ربي دكتور يا رحمن يا رحيم على الرسل العين لا أم أيم لا شكرا لك أمريا شكرا لك شكرا لك شكرا لك اسمي يد الريان ريان وهو باب من أبواب الجنة والجنة لها تمانية أبواب منها باب الريان خاص بالصائمين رأى ليس عابة ولا غير صدفة سميت ابنك ريان سميته لأنك إن شاء الله أنت ومن معك غد يكون إن شاء الله من الداخلين من باب الريان اللي هو باب الصائمين بإذن الله الواحد الأحد لأن أم ريان هاتش اللي أقالك هو ما يسمى بالابتلاء عندنا في الحياة ربي عز وجل وضعنا واحد المنطق اسمه ابتلاء سنة الابتلاء كل واحد مننا يأخذ النصيب دياله إذا نظرنا إلى النعم الإلهية ليعطانا مولانا كثيرة لا تعدوا لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وفي قراءة وآتاكم من كل ما سألتموه النعم كثيرة ولكن الابتلاك يدير أشوية ولنبلونكم بشيء أشوية الابتلاك أشوية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين القضية كلها لأن أم ريان سيناريو خلقه الحق سبحانه وتعالى وهو يتنزى في ملكه لكي يتبين المؤمن الصادق من المؤمن المتدبد من الإنسان الذي لا دين له ولا ذمة له الله تعالى يريد أن يقيم الحجة على كل واحد منا حينما يوضع في الاختبار واشغنجح أو لن ينجح وعلى قدر البلاء على قدر الجزاء كل واحد منا كيصبوا الابتلاك في جانب هناك من أصبه الابتلاك بالمرض نسأل الله السلامة والعافية ناس عندهم أمراض كي اللي عنده سرطان كي اللي عنده اللي حفظ نوائيكم أشياء أمراض غريبة لدائني ذكرها إلا شفتي كي تقول أنا احمد كيار بوشكرتك من المتعتني بالصحة والعافية كي اللي أعطاه الله تعالى إحاقها كي تقول احمد كيار بوشكرتك أنا ما أعطيتني ابتلاك في الصحة وكي اللي أحفظ نوائيكم أعطاه الله ابتلاك فين؟ في المال ما عنده مال كي تلقى ديم فقير أو كي تلقى عنده ديون ومتابع ومهدد وبالليل هم وبالنهار ذل وكي اللي أعطاه الله ابتلاك عدم إنجاب فكي مكي مكي يولدش وكي بقى دائما كي جلسينين طويلة وكي اللي أعطاه الله ابتلاك أولاد ولدهم وكي عدبوه أولاد كي محنوه وكي اللي أصلا ما عندهش تلقى على الزواج سنوات طويلة وكي يقول واش أنا عندي اتقاف ولا عندي سحر ولا عندي موانع ولا عكوسات الله أعلم ما مزووش وكي اللي أعطاه الله تعالى عدم علم ما قراش ما فاهمش أشياء يوقع في الوجود وكل يعطى الله علم شقي ذاك العلم دياله عوض ما يكون له نور وضياء وذاك العلم في شقاء نفسه وهكذا الحياة الدنيا فيها ابتلاءات متعددة من أخطر ابتلاءات فقدان الأولاد أخطر ابتلاء أنك لما كتفقد الأولاد ديالك والابتلاءات بعضها فوق بعض ولكن أخطر بلاء وهو حينما يمتحنك الله في العقيدة وفي الدين إذا تعلق الأمر بالدنيا كيف قالوا لأن كلها لا تتساوي شيئا أخطر ابتلاء يفتغى يفتغى كيقولون للناس في الثقاف الشعبية تفتغى الراس وجيفين ما جات لا مش هذا والصواب تفتغى الدين وجيفين ما جات حتى جات في الراس وكين الدين متشهيدا وتبعت يوم القيامة ملبيا ولكن تفتغى الدين الدين هو الأساس وراس المال الناس اللي دبا يعطيك كل شيء ويدي منك الدين ضيعك ضيعا خطيرا لأن الضيع الأبدي اللي ضعت في الدنيا نعوضها لأن أم ريان هاتش اللي وقع لك من ذاك الحالة دي الاكتئاب ره عوامل متراكمة من جهة كانت عندك وسوسة هذه الوسوسة كانت جرك الماضي اقطع حبل التفكير عن الماضي الماضي ولا وأدبر نحن أولد اليوم ربنا عز وجل يقول في كتاب العزيز كل يوم هو في شأن يعني جدد حياتك كل يوم نسأل ماضي ديالك اقطع التفكير إلا كان شيء ماضي جميل ماضي مبعث للإفتخار ماضي مبعث للاعتزاز نذكروا الماضي ديالنا نحن نذكر الماضي ديال الوطن كنقلوا المسيرة الخضرة المضفرة عيد الاستقلال عيد كذا بجموعة ذكريات جميلة وذكرهم بأيام الله حتى في الحياة الأفراد عدنا لحظات جميلا ذكرها أيام الدراسة أيام النجاح أيام الزواج أيام مولود جديد لما كنا مجتمعين عائلة صغرى اتفكروا الأيام الجميلة لكن إياك التفكر الماضي السيء اقطع حبل التفكير وانساه إلى الأبد لأنه انتهى واندتر لأنك يدخل أول ما يدخل الاكتئاب ثم لا تستسلم إلى وسوسة إبليس ركن عندنا إبليس شيطان مارد كيجي عند كل واحد منا وكيقول له كين وكين 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 كيخلق لك مشكلة من لا شيء وكتبقى الضوء في واحد دائرة مغلقة أنه يخليك تفكر في قضية محددة الناس اللي عندهم اكتئاب ركن يفكره في قضية محددة واحد زوج ما نزح لي زواجه علاش يا ربي أعطتني هاد النصيب كيبقى يدور في دائرة على الزوج هاد النصيب اللي اطلقت معه وكيبقى دائما كيفكرتك تصبك تئاب أو ربما دخلوا واحد العمل وذك العمل ما رزقه قليل وتعبه كتير كتلقى كيفكر علاش أنا هاد العمل كاللي غسكن واحد السكنة ما عجبتهش يا ربي لاش خسرت لي هاد السكنة بهذا الشكل في هاد الحي مع هاد الناس كيبقى دائما فكرة واحدة محورية يدور حولها يفكر اليوم وغدا وكيجي إبليس وكيبليغي العجوب العاقل هو من فكر فواله ما نفكرنا لا في خدمة ولا في سكنة ولا في العائلة قد فكر في الله غادي الحياة غادي مهرول غادي يزيد القدام ما تبقىش تفكر علاش وكيفاش ليدا الصالحون قال لك لا تقول كيف ولا لما جرى وكيف جرى ولكن قل ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن انتهى ما تبقىش تفكر سير نخدامين غادي مهرول غادي كل يوم هو في شأن يعني جدد حياتك كل يوم ثم اتلقى مع الصالحين عندك الصحبة الانسان ضعيف بنفسه قوي باخوته عامل الصحبة هذي مهم في الدين علاش ربي عز وجل لا شارع علىنا الصلاوات والعبادات في صغة الجماعة علاش علاش في الدعاء كنصلنا للفاتحة كنقلوا اهدينا الصراط المستقيم لا نقولوا اهديني كنقلوا اهدينا صغة الجماعة لأننا احنا اجتماعيين بطبعنا دي ما قصد قلب الجماعة شي صحبة طيبة اما من الجيران اما من العائلة اما من النساب اما اصدقاء العمل دي ما نقلب للجماعة اه نضحكوه نجتمعوه نتحاوروه نتخاصموه ماشي مشكل ولكن بقوا مجموعون وإلا اللي بغي بقى بوحده الكتير من الناس المكتئبين وقالت لي صدامات من عند البشر قال لك سد على البشر من اللي سد عليه الباب جاء ابليس وجنوده والله مصحابه كل النهار كي وسوس ليه كين وكين وكين كيتغطى في المنطة كيتفضو كيصحب راسو بوحده ماشي بوحدك غيجي عندك ابليس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هنا الإنسان كيقبل على العبادات العبادات رمشي تكاليف شرعية فيها تقل على النفس العبادات هي دواء ونور ومنافذ لاستقبال النور الإلهي من لك يجي وقت الصلاة كتسمع الأذان ما معنى الأذان يعني فتحت الأبواب يا عباد الله لقد فتح الله النوافذ والأبواب لاستقبال النور شكري بغي ياخذ نور الإلهي كين لك المؤمن الصادق ركي توضه وكي شمر على سعيده وكيمشي للجامع ويستقبل نور الإلهي مع المؤمنين وكين ذاك ومتكاسل وقامل بعد وبشوية وتنكمل هذه الخدمة عمر عمر غد سالي وكي يصلي ولا يبقى له إلا الفتاة وكين لي ما يصليش أصلا ولا يستقبل أي نور وكيكون مستعد وكيكون مهيئ لكل أنواع الضمار والخراب من اللي نسمعون العبادة وقت الأذان ما معنى حي على الصلاة حي على الفلح معنى ربي عز وجل لا يفتح الأبواب والنوافد يقول لك يا عباد الله ربنا سوف يوزع النور الإلهي استقبلوه يلا هيا من أراد أن يشتري أش كتأخذك سعاء الطاقة الإيجابية كتأخذ النور الإلهي كتأخذ الإنشراح في الصدر ثم فوق هذا الأجر والتواب والقبول في الأرض والسماء يأتك الله القبول في الأرض والسماء ولك تمواضب عليها ربنا عز وجل فيه واحد صفة اسمها الحياء الله حيي يكون عندك واحد القدر في حدة فيستحي مولانا ويقول يا ملائكتي اكتبوا لعبدي قدرا خفيف ما تكتبوا لي قدر في حدة غد غد مثلا مكتوب لك غدير أكسيدون مثلا غد في الطريق حديدة سير مكتوب لك غديرها لكن لما تصلي لله تعالى وتضع جبهتك وأنفك في التراب وتنادي يا مولاي ارحمني واغفر لي وأكرمني ربنا عز وجل يستحيي ويقول يا ملائكتي غدا عبدي سوف يرتكب حادثة اكتبوها له لطيفة فكتبوا غد انت في الحادثة من اللي كتجي كتجي لطيفة جدا كتجي لطيفة سهلة مهلة كيوقع غير واحد الخدش بسيط ربما غد دي الكوستة غد دوس في التأمين غد يردو لك الأضعاف المضاعفة اللي خسرتي غد كن ربحتي عوض أن يكون ضرار غد يكون نفع وهكذا قس على ذلك فيما كانت شدة من الشدائر غتوقع وغتوقع ربنا عز وجل ينادي يا ملائكتي إن عبدي فلان وإن أمتي فلانة قامت في جوف الليل وسوف أقسم الأرزاق قلطيه واحد رزيق لكن ضاعف لها التمن يقول الأجرى هي هي لكن أكتر لها باركة الأجرى وافتح لها نوافد أخرى من الأرزاق فكتكون غد كتبشي كتقال رزق ولا رزق ولا رزق كتلقى الحمد لله ما عندك مشكلة الرزق لأن الرزق تجلى عليك بالعطاء وقس على ذلك عندك مشاكل مع الولدات مشاكل مع الزوجة مشاكل مع الزوج مشاكل مع الهائلة كيف ندير معهم أي طريقة أستعملها معهم كنقرأ من نفس وكنقرأ المدارس المتعددة وكنقرأ الفلسفات المختلفة وكنقرأ التوجهات المتنوعة أش من طريقة ستعمل معهم الطريقة دي المواجهة أو الطريقة دي أنك تحضر رأسك عند الرياح أو الطريقة كان أش من طريقة أن تستعمل ما تستعملت طريقة استعمل طريقة دي المحبة والمودة والرحمة في الله تعالى وخلي مولادي تصرف سير كن صبار وكن ما تددك الخير وقول الله سامح وقول ما شفت ما ريت غير سير اطلقها وخليها ربنا عز وجل لا يستحي منك ويقول يا ملائكتي عبدي فلان أو أمتي فلان متعب يا أمتي اجعلوا كل من حوله يحبونه اجعلوا كل من حوله يخدمونه اجعلوا كل من حوله طوع بنانه يا سبحان الله فتجدوا بأن الكل يتغير الزوج لك كان عندك قاصح سبحان الله العظيم كيوضع الله في قلبه المحبة والمودة وكيش عندك يقول لك أحمد الله وأشكره أعطاني أجمل وأنبل زوجة في الوجود ويبقى دائما يتنع عليك خيرا ودائما يقول لك اعطيني ألبوم صور أيام زمان تفكروا الأيام الجميلة وكلما دخل إلى البيت لا يدخلوا خالي الوفاد دائما بهدية إما ورود أو شوكولاتة أو أي هدية جميلة تسعد قلبك ربنا عز وجل يضع في قلبه رومانسية يضع في قلبه جود وكرم وخفة إلا كان عنيف كي جعل الله تعالى هادئ مطمئن وهكذا في الأولاد الأولاد إلا كان فيهم صعوبة ربي كيهديهم كيقول لك المربين من عند ربي إش حالة تقرأ المناهج التربوية باش تغير وحط في العنيف أو وحط في المشاكس أو وحد المراهق عدواني وخد تتشبع تقرأ شحالة للمناهج وربي لبغى سبحانه وتعالى بدون سبب وهكذا دوا ليك أي حاجة بغتها الله سبحانه وتعالى غذي كرم الجميع سنة المستمعين أختنا أم ريان متعبة وهي تتصل من إقليم بوجدور وتلتمس منكم دعوة الخير إحنا مجموعين إلا دعينا واحد دعوة للخير فإن الدعوات تتصاعد إلى علياء السماء حتى تبلغ عرش الرحمن وراء الفاتحة ملك الدار تتصعد إلى السماوات العلاء حتى تصل إلى عرش الرحمن وتسجد لله ما شاء الله أن تسجد وتقول يا ربني أنا فاتحة أنا ممن دعوك عبادك لقضاء حاجة فلان ربنا عز وجل الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ملك القهد الآلاف المؤلفة يدعون ويؤمنون يقولون آمين الله تعالى يقول لاستجيبن لعبدي ولو بعد حين وكل من قال آمينك قل يا ملائكتي أعطوه مثله وزيده كل من قال آمين أرزقوه مثله وزيده فالله يجزيكم بخير وحد دعوة الخير أم ريان اللهم يا رب يا كريم إنها أمتك وهي من الصالحات نحتسبها عندك يا ربي يا رحيم اللهم اشرح صدرها اللهم يسر أمرها اللهم ارفع مقامها وبدل حزنها فرحا وسرورا اللهم شافها من كل داء وكل سقم واجمع شملها مع زوجها اللهم ارزقهما مودة ورحمة متجددة اللهم يا رب جعل زوجها من الصالحين من الأبرار الأخيار المكرمين اللهم بلكل في أولادها وبنتها يا رب أنبتهم نباتا حسنا واحفظهم بالسبع المثان والقرآن العظيم اللهم بلهم بالصلاة والعبادة والطاعة والسجود اللهم وفقها لقيم الليل وفقها للعبادة والإحسان اللهم يا رب اجعلها من أهلك وخاصتك اجمع شملها اللهم ارفع مقامها وهيئ لها من أمرها رشدا وارزقها رزقا حسنا واجعل حياتها طيبة سهلة ميسرة مطمئنة اللهم اجعلها من الذين أنعمت عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعل بينها وبين الحزن والاكتئاب حجابا مستورا يا رب اجعل قلبها ينبض بالأفراح والمسرات يا رب بحق قولك ألم نشرح لك صدرك اشرح صدرها للإمام وللبر والتقوى واشرح صدرها للسعادة الأبدية اللهم كل من قال آمين اللهم يا كريم ارزقه مثل ذلك وزياده قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونواصل أيها الأحبة الكرام هذا اللقاء المبارك واللحظة نتحول من إقليم بوجدور إلى إقليم وجدة مع أخينا سي كريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله سي كريم حياك الله مولي لعفو مولي كريم يا مرحبا يا رحمن يا رحيم ليلة هايل الله ليلة هايل الله وعمل حاجة الله بغيت بغيت نتواصل مع دك سيدة دار الدكني دار البرح يا على الزواج على طاعة الله أيها الأمينة من سلع أيها أيها أخي وأنا كنعرفها مزيان النعمة الفتاة أتباك الله فيها البشارة وفيها الإيمان ومبشورة ويبدو أنها تكون باركة مسعودة على من يرتبط بها والله رحمة الواليدين هاي يمسكينا فاقد البصر دكش من عند الله سبحانه وتعالى رغم ذلك رغم ذلك متفائل من في الناس يا رب يا رب الله حتى أنا فأنت مجهوز ومتلق عندي ابنية يعني معيش حاليا معهم ويبغيت لها تحياتي حسدوة خير رجل يا رب الله اكتم بكاتب الخير سيدك كريم يا رب والله يكتم لكم بكاتب الخير بغيت واحد إنسان يعني اللي بدأ ما حياتي يعني ازئذت وعانيت من هالش ذلك رب والحمد لله مريت ضرب الحمد لله مريت من واحد ضرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني مريت منها لا حول ولا قوة إلا بله وريضات الوالد الحمد لله يا رب يا رب مريت هذه الأمور وبغيت يعني مدى حياة جديدة إن شاء الله بإذن الله يا أخي كريم بإذن الله يا رب بإذن الله سيد كريم كان شكرك أطلب منك سيد كريم تخلينا رقم الهاتف ديالك باش نتواصل معك هارج البرنامج أه هو الأخ سامي معنا في الإخراج وتلقي المكالمات غيرتك الرقم ديالي وغيرتك الرقم ديالك باش نتواصل معك بإذن الله ونتواصل مع الأخت أمينة ونكون سيلا تواصل بينكما بإذن الله الواحد الأحد وطبعا كنقول أحباب الكرام اللي بغير يفكر في الزواج لا بد أنه يستخير المولى عز وجل لاستخارة ضرورية ومؤكدة لأنه لا يعلم ما في الغيب إلا الله سبحانه وتعالى الزواج هو قرر وهو قرر جميل هو واحد الإجراء اللي هو طبيعي وفطري وكتكون فيه نية لكن واشهد الزواج غينجح أم لا شكو اللي قد يعرف وخد دير دراسات ودير أبحاث دائما كتخذ ديك مفاجآت لهذا الوصية اللي كنوصي بها الأحباب الكرام ديالنا نهاري بغير تزوج الإنسان قبل ما يقول نعم أو لا يستخير المولى عز وجل واحد ثلث يام متتانية كنقم الليل وكنصلي لله تعالى بصلاة الاستخارة وكنقل الدعاء المأتور اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلان أو بفلانة خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي وقدره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن زواجي بفلان أو بفلانة خير لي شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني وقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به يا أكرم الأكرمين هدوها الاستخارة أيها الأحباب الكرام فعال وقوي عدد كبير ديالناس كنعرفهم سوا عداء في حياتهم كنسولوا واشدرت الاستخارة كتقال لك كيقول لك درتها ولكن شو واحد ما دارهاش يقول لك قلب أمي كان راضي لأنه عدنا تغممات القلب ديال الأم إما كتقال هو دا الاستخارة فعلا ولكن قال لك شفت القلب ديال الأمي كان راضي بعد ذلك كيوقع الزواج فيه باركة قد يقول فيه مشاكل طبيعي ولكن هناك الرضا كتقال لك وكيفش التقييم ديالك ديالات الزواج دوستي سنوات طويلة كيك تشوف الأمور يقول لك الرضا الحمد لله يعني لن تجد فيه السخط ولن تجد فيه الذعر أو الرفض ولكن ناس لكي لقهم بأنهم ما أوقع عليهم طلاق وعطني مشاكيين كتسولوا واستخرت الله تعالى يقول لك لا ما عفشني استخارة ما كتش عارفها سولت القلب ديال الأم ديالك ما تسورش معها أمي كانت غضبانة أش كتسنى كتسنى بأن إلا كانت الأم غضبانة تغمو متخ راها غدي غدي نازل إذن ما غيكون والو لهذا أيها الأحباب الكرام الزواج هو واحد القرار لا ينبغي أن يكون فيه الفشل والعلم عند الله من قبل ومن بعده ولكن عندنا وسائل اللولة هي الاستخارة للمولى عز وجل وقد قال نبي الإسلامي صلى الله عليه وسلم ما ندم من استخار وما خاب من استشار وأنت تستشير علام الغيوب روحة تستشر فقه وتستشر طبيب النفسي وتستشر خبير اجتماعي ومع ذلك تقدر تكون المعلومة خاطئة الوحيد الذي لن يخيب أملك هو الله عز وجل لأنه علام الغيوب هو الخبير بالنفوس وبيني لأمره كله فلابد من الاستخارة لله تعالى ثم ننظر إلى قلب الأم إن لكت الأم فرحانا بالزواج نقول بسم الله توكلنا على الله إن لكت الأم قلبها متردد نعرف بأن هذا السر أعطى الله للأم حتى الأب له قيمته حتى الأب له وزنه ولكن الأم أعطاه الله هذا السر القلب ديالك يعلم فأسأل الله الكريم أخي كريم يفرج عليك أكونك أخي تطلقتي وعندك البنية هذا كان تقول ما الذي جرى وكيف جرى ولماذا جرى لا تقول هذا الكلام سافر لا تقول لو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لك إياكم ولو فإن لو تفتح أعمال الشيطان لو أنني تزوجت بفلانة عوض فلانة لو أنني أعلم خاتمتي ما كنت بدأت لو أنني أعلم وكذا وكذا ما فعلت إياك أن تقول لو إنها تفتح عمل الشيطان وكي دخل عليك إبليس من الله كي دخل عليك بالوسوسة وكي خلق عليك اكتئاب صافي سد الباب قل الذي وقع كان قدر مبرم ما يقع لنا هو أقدر مكتوب من السماء ربنا عز وجل لك قل لنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم والله لا يحب كل مختل فخور المؤمن اللي عنده العقيدة الصحيحة واللي عنده استحضار عقيدة القضاء والقدر هذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم عبره ما كنت استعى الماضي الماضي دي أنه عنده عادي جدا وخوقعت فيه زلازل وباراكين يقول لك انتهى اللي وقع وقع انتهى عشي بقى من الماضي يبقى غالأجر والتواب دي الصابرين والمحتسبين ولا تفرحوا بما أتكم ولا تكالله شي حجزين عندك تفتخر عندك تتبه عن الخلق عندك توقع في الكبرية إياك ولابد الإنساء يبقى دائما كالخير راه هو شاكر كان شر راه هو حامد حتى يأتي الله بالفرج أخي كريم أسأل الله تعالى أن يكتب لك مكاتب الخير وأسأل الله تعالى أن يوفقك لكل ما تحب وترضى ويبارك لك الله تعالى في ذلك البنية مع الطالقة خليك معك أخي كريم دائما تلقينا خوت نبقى وخوت لابن بناتكم واحد البنية وأكيد سيقع بناتكم واحد الشناءان البنية عند أمها خص النفق بغادي يشوفها سبت وحد شكل يخص يجي شكل غير تسلمها شكل غير يردها هذه إجراءات عند العائلة كلهم المطلقين وهذه ضريبة الطلق اللي بغي يطلق يعود يخمم ويعود يخمم بأنه غتواجه واحد المجموعة تيرسانة من المتاعب غير هذه بوحدة متعبة عندك واحدة لبنية هي مع مهدبة الآن بغادي يشوفها القاضي قالت شوفها كل مرة في الأسبوع أو مرة في خمستاشر يوم من اللي بغي يشوفها شكل غير يديها عند بها شكل غير يجيبها إلا كات الأم كتمشي عند الأب أو الأب كمشي عند الأم كيوقع قيل وقال وكتبدا ربما مشاكل إلا مشا واحد من أفراد العائلة ضريبة ذلك أشخص نمديره نبقى دائما في الأرياحية لقينا أخوت أنقى أخوت نقوم بتسيير الأمور بالتي هي أحسن وإلا كان هناك صلح أخويا كريم مع الزوجة الأولى حتى عندكم بنية كان أفضل الصلح أفضل والصلح خير وكيوقع الرجعة إلا بلك بأن الرجعة صعبة جدا دكساك يكون طلق رحمة ربي عز وجل للطلق لأنك إن واحد العلاقة ما يمكن تستمر وإلا غد يبقى الحزن والهم إلى لقاء الله فلابد أن دكساك يكون طلق رحمة أنا دك اختار الاختيار ديالك استخر المولى عز وجل وأسأل الله الواحد الأحد أن يكتب لك مكاتب الخير أسأل الله الواحد الأحد أن يجمع شملك وأن يحقق رجاءك ويبلغك مقصودك وذلك الأخت ديالك اللي توفات الله يرحمها الله يوستعليها الرحمات رأى ذلك اللي مات وسولنا مشت للآخرة وأدبرت عن الدنيا كيف بدت لك الحياة غد يقول لك والله أهل الدنيا غافل أهل الدنيا كيبقوا يتصرعوا على أشياتا فيها غد قل لها لو تمنيت أن تعود إلى الدنيا ماذا تصنعين ما هو شغلك الشاغل غد قل لك لو عدت إلى الدنيا ما دخلت في هذا العراق وهذا المشاكل اليومية مع الناس ما كانت سوى والو لو عدت إلى الدنيا لا عدت لكي أركع ركعتين أو أسجد سجدتين أو أتصدق بدرهمين أو أدرف دمعتين بين يدي الله هذا هو رس المال الشيء الأخر كل ما تعد دنيا يسا ما يتعلق به ارميه خلف ظهره وعيش حياتك بمتعة وبإقبال على الله تعالى السادة المستمعين وحدى والأخين كريم الله مجمع شملة الله مكتوب له مكاتب الخير اللهم حقق رجاءه اللهم أبعد عنه الوساوس اللهم احفظه من الاكتئاب اللهم اشرح صدره اللهم يسر أمره اللهم طهر قلبه اللهم حقق رجاءه وبلغ مقصوده قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم ونتحول من وجدة إلى إقليم سيدي قاسم مع للا فاتحة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للا فاتحة مرحبا الله يطول عمرك أنا فرحة أنا وسعيدة بزاف لتفتح لي الخطوة شديدة أنا للا يزازك بالخير يا مرحبا للا طول عمرك أنا فرحة أنا وسعيدة ما تصورش بالدس اللهم يزازك بالخير أعمل شيء الله يضعني مقامك للا فاتحة يا مرحبا بكل الله الله يخليهم لك الله يخليهم لك لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يحفظك للا فاتحة الله يفرحك بدخولي جنة يا رب يا كريم للا فاتحة كيف جاء أنا لفقت البصار ديالك أنا عندي بوتليس لدي يقولوا لي نزرت بحلق هي بوتليس يا للا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمره إلا وللا فاتحة نستفدو منك للا ومت صغيرك أنت فاقدة للبصار دخلت للمدرسة تعلمت يا دو بوتليس واجدت للا في الحياة ديالك قريتي تكونتي وتي بقى شابة قريتي أنا عندي تلتات عقريتي مزيان الحمد لله أحبت لي أنظر ديالي بقشت نشوف الكتوبة إذا تجي حاجة أحبت لي أنظر ما بقشت لا إله إلا الله صفيف خرجت المهم كتاب لي يتجوجت على سنة الله ورسولي المهم من جب الأولاد لا لا فتح نستفدو منك للملي تزوجت ونتي فاقدة البصر خدرتين أنك تديري أسرات تديريها تنشحي في التكوين ديالها تقومي بالطلبات على الزوج والأولاد كل شي تدير ونسعد الدكتور بفضل الله لا إله إلا الله عندما بحق ليه شوية حسيت شوية تغلبتي 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 ومعندي في البنت وعندي لبناء حبابات دكتور هذا الشي لاحسني شوية شوية لانت عارف مسؤولية الدراري وانا بك يحسوش بالأم كالحبيب أي فعلا وش ما بق إن صغر لوليد ولكبرا شوية عندي عندي الكبير عنده خمستاش والشاب واثناش وعندي توقب الله يخليهم لك يا رب مسؤولية كبيرة للا فتحة لا إله إلا الله البنية حبابات يساعدوك يعاونوك أنا بغير يدر وحدي ودراري مهم وكانت تمنى كل ما قلت دعاء منك يعاوني الله بحدي بغيت قدر نستعمر والإشحار ونطلب الله نصلي دعمهم وكان حسب الضيق في القلب يالي تنطلب الله للجامع ولي كل من يفرج عليه الله يفتح عليكم ببل خات اللهم من الفتيحة نشكرك للا نشكرك الشكر الجزيل لا حول ولا قوة للا الفتيحة شوف عندنا واحد الحاجة في الدين كنتسمى المدد 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 الله عز وجل يعطي المدد بفضله وجوده وكرمه للا فتيحة وضعت الأصباح لواحد الجرح على المرأة التي لا تليد البنات وهنا الخلفة ديال البنات شوف دبال عنده شبنية وربما كان كاره لها خصو يغير النظرة ديال وغير من الشهادة ديال للا فتيحة البنات راح بابات ربي عز وجل لا أكرم الخلق بالدكور والإناث وكل له الدور ديال فتيحة دبنتي الآن بنتي كتمر بالمرحلة اللي فيها شدة أربع هذه الدكور خاصهم الأكل خاصهم الشرب خاصهم الإعداد للمدرسة خاصهم وحد المجموعة للترتيبات وحدك ما تقدريش لكن أمهات كيشوفوا وسليم بدنيا وعندهم خانيمة وتقهروا الأولاد صحاب إلا إلا قدرنا نقوم بإعدادهم على أنهم يقوموا بالمساعدة ديال أشغال البيت كان بعض الولدات اللي كيكونوا شو يليلين كيبدأ تأوى يتخار حتى هو كيقوم كيساعد الأم ولكن حمل يبدو عليك ثقيل هناك نقول لي عنده شابني يحمد ربي وشكره البنات رحمة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا البنات فإنهن المؤنسات الغالية لا تؤذوا البنات فإنهن المؤنسات الغالية ومع ذلك للا فتيحة ليش فين الوضع ديالك أنت عندك حياة كل واحد مننا رأي عبارة عن سيناريو سيناريو فيه نمط حياة فيه شدة فيه رخاء كل واحد كده اللي مولانا عز وجل أنت للا فتيحة القادار ديالك ديالك الله سيناريو أنك من اللي بدتي الحياة جاك عندك المشكلة ديال البصر فقدتي القدرة على التركيز أعطاك الله غير الذكور ما أعطاكش الله بنيات كتشعر بأنك مغلوبة هذاك سيناريو وضعه المولى عز وجل شكو لي عنده القدرة أنه يغير لك هذا السيناريو أو يوضع لك في السيناريو يوضع لك أبطال جدد في حياتك غادي يكون محل المخرج من اللي يكون كده للأفلام تركية مثلا كل مرة وكيكتب سيناريو جديد هو امرسه أما الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى يكتب لنا كل يوم قدرا جديد من اللي يقاول لفتيحة في ذكر الله والدعاء والاستغاثة بالله عز وجل كوني متأكدة بأن الله يقدر قدر فيه لطف وكيكتب لك قدر جديد سيناريو جديد تكدخل في حياتك شي أحداث غريبة تكون جميلة ذك شي اللي نقصك يدخل عندك في الحياة تخليك لله شي جارة أو جارة صالحة جارة طيبة أو شي صديقة من الصديقات أو كان أفوح السيدة بحل شكل ديالك كان عندك متعبة انضمت إلى مدرسة قرآنية لكي تحفظ القرآن فإذا بيت تتعرف على مجموعة من الصديقات فبدو كدروا الأمداح النبوية وكدروا حفظ القرآن الكريم من اللي عرفوها متعبة ولد كل وحدة كتجينهار تزورها كتشر معك وستتي وكتقدم لها يد المساعدة حتى أول الله عند الفائض صحابتها خلقاتهم من عالم القرآن ولو في إحدى الأقاليم مشغل المجلس العلمي كي ينتمى وحد للمسجد كي يشتمعوا في أخوات فاضلات يشتمعون لتلوة القرآن الكريم والتجويد بغا تحفظتها ولو كدروا شويد المديح النبوي الشريف داروا فرقة للأمداح النبوية دخلت معهم صدقة لله ما فيها لا مصلحة ولا أي حاجة من متاع الدنيا فأسمحوا كل واحدة منك تقدمين المساعدة أعطى الله أخواتات وابنات ما ولدتهم لهمها ما حملت بهم وفيهم المحبة والمودة ربنا عز وجل قادر أنه يختار لك سبحانك 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 ما أعظم شانك يختار لك شي حد اللي أنت في أمس الحاجة إليه ويقضف ربنا عز وجل في قلبه المودة والرحمة بك سبحان الله والله يترأيته عند كثير من الناس كان لقى واحد مغلوبة على أمره موضر يقول لك هذه الخرانية وكي بدي تسأل لاش أنا في الدنيا أش كان دير في الدنيا صافي تقهرت حتى ربي عز وجل لك يسخر لي شي واحد من خلقه ديك شنتني ناقصك هو عنده بالفائض وكي قدف الله في قلبه محبتك ومودتك وكي عد هو يعشق خدمتك سبحانك سبحانك يا ما رأيته مثل هذه الظواهر بالعشرات إن لم أقل بالمئات لن أتعجب لأن الله تعالى ذلك من آثار رحمة الله الواسعة لن نفتح أسأل الله الواحد الأحد أن يحفظك ويرعاك ويكتب لك مكاتب الخير ويسعد قلبك إنه على كل شيء قدير سنة المستمعين وحد دعوة للأخت نفتح اللهم يا رب يا كريم نسألك بجودك وكرمك أن تشافيها وتعافيها اللهم يا رحمن يا رحيم أرزقها المدد من عندك يا من قلت المدد 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 كلا نمد غاؤلاء وغاؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اللهم أعطينا لفتحة من الخيرات والبركات اللهم اختر لها أجود وأنبل الخلق يكونون في خدمتها اللهم يا رب هيئ لها من أمرها رشاد يا ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم استجب لها وبرك له في أولادها واحفظهم وأقر ربها عيونها وأسعدها يا مولانا يا رب كل من قال آمين أرزق من الخيرات والمركات ما أنت بيعاليم قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم ونتحول من سيدي قاسم إلى مراكش مع للا سلوى السلام عليكم للا سلوى مرحبا بنتي لباس الحمد لله بنتي سلوى الحمد لله ضهرت لك ومغيت مغيت الدعاء والناس إن شاء الله يقولوا آمين يا ربي يا ربي دعوا معي مع ما ممرضة شوية ومعي تأم يا رحمن يا رحيم وفرج واخر بنتي سلوى بإذن الله الله يحفظك ويسعد قلبك يا ربي يا كريم الله يحفظك بنتي سلوى ويصلح شبابك وجالك من الصالحات وجالك الله من الذين لا خوفون عليهم ولا هم يحزنون الله يحفظ لك المميمة ويحفظ لك العائلة ويحفظ لك الأحباب أجمعين بفضله وجوده وكرمه بنتي سلوى ابقاي معنا ندير واحد دعوة دير الخير والناس إن شاء الله كلهم يقولوا لك أمين ودعوة إلى كانت جماعية كتكون أقرب إلى الإجابة سنطلب من الأحباب الكرام دينا كل واحد فينا يرفعي الدي إلى السماء ونعي المولى عز وجل دعاء جماعيا را يغير القدر را القدر إذا كان مكتوب ربنا عز وجل يغير القدر ويكتب لنا قدرا فيه رحمة وفيه بركة وفيه عطاء وفيه نور وضياء كل واحد منا من الأحباب الكرام يحرص على أنه يستجمع الطاقة الإيمانية ويركز معنا ويدعي المولى عز وجل بالعطاء ورب عز وجل سيغيرنا الواقع كله فلنقول جميعا لا إله إلا الله ساجد لك سواد الليل ونور النهار يا الله يا من سجد له ضوء القمر وشعاع الشمس يا الله يا من سجد له دوي الماء وحفف الشجر يا الله يا خير المسؤولين يا أرحم الراحمين اللهم إنا إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة ألا تكلفنا ما لنطيق يا رحمن يا رحيم يا دل جلال والإكرام نسألك اللهم أن تفرج هم المهمومين وتنفس الكرب عن المكربين وتقضي الدين عن المدينين يا الله يا الله يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غيات من لا غيات له يا الله يا الله يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء اللهم الطف بنا اللهم الطف بنا اللهم الطف بنا يا رحمن يا رحيم شافنا وشاف مرض المسلمين أجمعين اللهم أنت الشافي اشفنا بشفائك داونا بدوائك عالجنا بعلاجك طبنا بطبك اللهم يا رحمن يا رحيم انظر إلينا بنظرة الرحمة يا دحمان يا رحيم نسألك اللهم يا فارج الغم أن تجعل لنا من أمرنا فرجا وتجعل لنا من أمرنا مخرجا يا سامع كل شكوى يا كاشف كل كرب وبلوى ندعوك يا مولانا في هذه الساعة المباركة أن ترحمنا رحمة واسعة نسألك اللهم يسرا ليس بعده عسر ونسألك اللهم غنا ليس بعده فقر ونسألك اللهم أمنا ليس بعده خوف ونسألك اللهم سترا ليس بعده فضيحة ونسألك اللهم سعادة ليس بعدها شقاء يا الله يا الله إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخف عليك شيء من أمرنا يا الله يا الله إن ندعوك دعاء البائس الفقير ندعوك يا الله دعاء المستغيث المستجير ندعوك يا الله دعاء الوجر المشفق ندعوك يا الله دعاء المكررين المعترفين بدنوبهم نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إننا ضلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وعافنا من جميع المخن اللهم ونقي قلوبنا من الحقد والحسن ولا تجعل علينا تبعة لأحد يا رحمن يا رحيم ندعوك يا مولانا كما لطفت بعظمتك دون اللطفة وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك اللهم إننا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر لنا كل دنب وكل خطيئة اللهم يا رب وفرج عنا كل كرب وكل شدة يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم احرصنا جميعا بعينك التي لا تنام واكنفنا جميعا بكنفك الذي لا يرام واحفظنا بعزك الذي لا يرام يا رحمن يا رحيم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا جدنا واغفر لنا هزلنا واغفر لنا خطيئنا واغفر لنا عمدنا واغفر لنا كل ذلك عندنا يا رحمن يا رحيم نستغفرك ونتم إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم تم نورك فهديتنا فلك الحمد اللهم عظم حلمك فغفرت فلك الحمد اللهم مصدت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم جاه وعطيتك أفضل وعطية سبحانك سبحانك ما أعظم شانك تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقييم وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجازي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أنت ألهمنا الشكر والحمد اللهم ألهمنا الشكر والحمد لكل عطاياك لك الحمد يا رب يا كاشف الغم لك الحمد يا رب يا مدفس الكرب لك الحمد يا رب يا مجيم دعوة مدتر لك الحمد يا رب على كل شيء أعطيته إلينا نشكرك على نعمك الجليلة وأفضلك الجميلة آمنا بالمقدر والمكتوب كل من عند ربنا لا نهلك لا نهلك وهو سبحانه رجاءنا حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم يا رب يا كريم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى اللهم إن نسألك في هذه الساعة أن تكتبنا من أهلك وخاصتك اللهم اكتبنا عندك من أهلك وخاصتك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم بعثنا مع سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحشرنا في زمرة متقين مع الصحابة المكرمين من الأنصار والمهاجرين ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين